اشتركوا في القناة اليوم شفت بالحارة جارنا أبو غسان وقفت حكيت معه شوي خبرني هيك خبرية دايقتني شوي خير إن شاء الله شو هالخبرية وتخسمين تتذكر جيراننا اللي كانوا مستأجرين بيت أبو غسان وطرعوا من شي شهر ايه اللي رجوا عا ضيعتهم بريف حمص بعد ما طلعت منها داعش يا عيني عليك هدول هن ايه شبهون ان شاء الله عرفوا شي عن ابنوني اللي كان معتقل عن داعش لك آخ الله يعينون ما عرفوا شي عنه مو بس هون المصيبة المصيبة الأكبر إنه رحلهم شاب تاني كمان يو شو هالحكي كيف ووين وامتا على هوا ما فهمت القصة من أبو غسان إنه بعد رحلة طويلة وصعبة كتير وصلوا لضيعتهم من فرحتهم راحوا دغري ليشوفوا بيتهم قاموا شافوا خرابة مهدم بس مع هيك بلشوا دغري شغل فيه بدون ينطفوا ويرموا مو مشان يعدوا يسكنوا فيه ما كانوا بيعرفوا إنه فيه ألغام داعش قبل ما تطلع زارعين لبيوت ألغام تقل لي إنه انفشر فيه لغم بلا هذا اللي صار لا حول ولا قوة ألا بالله مع أني ما بعرفوا للشاب بس والله انحرق قلبي عليه طيب ما في جهات رسمية تشتغل على الموضوع وتزيل الألغام ولا بس المهم سيطرنا وقعدنا خلينا ساكتير لكم جوزيف اللي عم بيسيطير عم يتعامل مع الموضوع على أنه تجارة اللي بيدفاع عم نخدمه طبع القليلة يعملوا توعية مشان الناس اللي عم ترجع تتوقع وتدير بالا لك مين فاضل هالحكي هاد يا حسرتي بس على هالسوريين كيف عم بيروح الواحد منهم شربت مي والله ما عاد يعرف السوري خاف من اللي نازل من السماء ولا اللي طالع من الأرض عوجة جوز كلام